اعلن الجيش البوليفي ان مروحية كانت تقل الرئيس ايفو موراليس نفذته بوطا اضطراريا بعد تعرضها لعطل ميكانيكية وهو ما اثار شكوك انصاره خاصة بعد تعاهد معارضين للرئيس بالاطاحة به قريبا وافادت القوات الجوية البوليفية ان احدا لم يصب باذا لكن الحادث اشعل التوتر في البلاد التي تشهد منذ اسبوعين تظاهرات معارضة للرئيس اليساري منذ اعادة انتخابه لولاية جديدة في انتخابات مثيرة للجدل والخلافات من جانبها بشرت القوات الجوية بفتح تحقيق في اسباب العطل